الاخبار اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم في اولى نشرتنا الصباحية لهذا اليوم وهذه ابرز عنوينها هدوء حذر في مدينة سبيتلا من ولاية القسرين بعد يوم من المواجهات بين محتجين وقوات الامن والاحتفاظ برئيس مركز الشرطة البلدية بالمدينة عشرون وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الاصابة بالوسط المدرسي لأكثر من الف اصابة جديدة وتوقف المفاوضة بين الوفد الحكومي وتنسيقية اعتصام الكامور وخلاف حول تشغيل الف وخمسمائة شخص في الشركة البترولية في تفاصيل النشرة ساد هدوء حذر مسامس مدينة سبيتلا من ولاية القسرين في اعقاب احتجاجات ومواجهات بين اهالي حي السرور والقوات الامنية على خلفية حادث وفاة كهل داخل كوشك بعد هدمه فجر امس تنفيذا لقرار بلدي مرسلنا بالجهراء فجباري ومزيد من التفاصيل ودوء حذر تشهده مدينة سبيتلا بعد مواجهات بين اهالي حي السرور والقوات الامنية التي استخدمت الغازة المتسايلة للدموع بكثافة بهدف تفريق المحتاجين وحاصل الاحتجاجات على مستوى مدخل الحي الشرقي فيما رد المحتاجون باستعمال الحجارة احتجاجات انتفاقمت مقيمة الشيعي جثمان الفقيد عبدالرزاخ الخشنوي الى مسواه الاخير في مقبرة سبيتلا هذا وقد سجلت المدينة انتشارة للوحدات العسكرية مما عدد من المؤسسات الحيوية في سبيتلا توقيا من ايهة انفلتات محتملة خاصة بعد ان ذهما المجهولون ما قرر مستوى البلدي ونهب محتويته هذا وعلمنا لان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقسرين اصدرت قرارا بالاحتفاظ برئيس فرقة الشرطة البلدية وذلك بعد انتلاق الفريق المكلف بالتحقيق في عمليات الاستماع الى مختلف الاطراف راوف جباري وليتة القسرين للزاع الوطنية التونسية ومثلت هذه الحادثة المأسوية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي امس حيث اكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل كل طرف مسئوليته كاملة وعلى وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المسئولية التي يتحملها وقد قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي يثرى هذه الحادثة المأسوية قالت كل من والي القسرين ومهتمد سبيتلا واعفاء رئيس منطقة الامن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيتلا كما تقرر فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة وتكليف وزيري الداخلية وشؤون المحلية بالتحول الى معتمدية سبيتلا لتوفير الاحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد وأفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي تحول مسامس عقب الحادثة إلى ولاية القسرين أفاد بأن فرقة تعهدت بالتحقيق وهي التي ستحدد المسئوليات وتحيل الأمر للقضاء المؤهل وحده دستورياً وقانونياً للفصل في هذه القضية وإصدار الأحكام النهائية العادلة بشأنها من جهتها فاد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي الذي تحول بدور أمس الاسبيتلا بأن تحقيقاً قضائياً فتح في الغرض وسيتم تحميل المسئوليات وسيكون القانون هو الفيصل في الموضوع في سياق متصل نفذ أمس عدد من مكونات المجتمع المدني وأصحاب سيارات التكسي وموظفي مركز ولاية القسرين ومواطنين عشية أمس نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجاً على قرار رئيس الحكومة القاضي بإقالة والي القسرين محمد سمشا كما طالب المحتجون بالعدل على هذا القرار وإعادة الوالي لمنصبه نظراً لمجهوداته الكبيرة في سبيل تنمية الجهة ولتحموله المسئوليات في مختلف المناسبات وفق ما أفد به الناشط الجمعياتي سمير أرحيمي في أخر مستجدات الوضع الوبئي في تونس سجلت تونس أمس ما لا يقل عن عشرين حالة وفاة بفيروس كورونا سجلت بكل من ولايات سيدي بوزيد ومنوبا وقفصا وبنعروس واسفاقس وجندوبا وسوسا ونابل وكانت أعلى حصيلة للوفاية أمس بمنوبا وجندوبا التي سجلت كل منها وفاة خمسة أشخاص بوباء كورونا كما سجلت أمس عشرات الإصابة بفيروس كورونا في عدة جهات تجاوزت ستين إصابة بكل من سفاقس والمناستير من جهتها أعلنت وزارة التربية ارتفاع عدد الإصابة بالوسط المدرسي إلى ألف وخمس حالات مؤكدة بعد تسجيل مئة وخمس عشرة إصابة جديدة يوم الأثنين الماضي على سعيد آخر قررت لجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية جابس أمس السماح باستعمال الكراسي والطويلات بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بمنطقة جابس الكبرى في حدود خمسين بالمئة من طاقة الاستعاب ابتداء من الجمعة المقبل مع الالتزام بالتطبيق التام للبروتوكولات الصحية الخاصة بها ويأتي القرار على ضوء تحسن مؤشرة الوضع الوبائي من جهة أخرى أصدرت وزارة الصحة أمس دليل التصرف في مراكز الحجر الصحية الإجباري في سياق جائحة كوفيد-19 في وقت تستعد فيه تونس لتهيئة ثمانية مراكز جديدة للحجر الصحية في سبع ولايات في سياق ذاتها أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أحبيب أغديرا أمس أعلن أن البروتوكول المحين لمراسم دفن المتوفين بوباء كورونا يحتوي على إجراءات جديدة وأوضح أغديرا نهيئة الاعتماد الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي قامت بتحيين محتوى البروتوكول وإحالته للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد قصد النظر فيه والمصدقة عليها وألمح إلى إمكانية تسليم جثامين المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى عائلتهم شريطة الالتزام بإجراءات وقائية معينة في شأن النادي صلاة توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول أفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الجاري توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2020 بنسبة 7% على أن يتعافى سنة 2021 ليصعد إلى 4% ويبلغ 3% خلال سنة 2025 وانكماش النمو الاقتصادي لتونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة قاربت 21.6% بفعل تأثير جائحة كوفيد تسعة عشر أعلنت وزارة وصناعة والطاقة والمناجم أمس أنه تم اتخاذ الإجراءات المستوجبة لإلغاء القرار المشترك بين وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة الصادر بتاريخ 14 من أوت الماضي والمتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة مادة الإسمنت إلى جانب أكياس الكرافت ويذكر أن القرار أثر انتقادات بسبب خطورة مادة البلاستيك على البيئة على سعيد وطن آخر توقفت مسامس المفاوضات الجارية منذ الاثنين الماضي بمقر ولاية تطوين بين الوفد الحكومي وتنسيقية اعتصام الكامور رئيس الوفد الحكومي المفاوض منصف عشور أكد وجود خلاف بشأن النقطة الأخيرة التي تتعلق بتشغيل 1500 شخص في الشركات البترولية العاملة في الصحراء في أخبار العالم وفق مجلس إدارة البنك الدولي أمس على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة عندما تصبح متاحة وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيانا أن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطنية دول النامية مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص المركز الروسي للمصالحة في سوريا يؤكد حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب وزارة وداخلية الفرنسية تطالب بطرد مائتين وواحد وثلاثين أجنبيا من الأراضي الفرنسية يقيمون فيها بشكل غير قانوني وملحقين بتهمة تطرف بينهم مئة وثمانون في السجن أخيرا حذرت منظمة سايف ذو تشيلدرن أو أنقذ الطفولة غير الحكومية اليوم من أن مئات المهاجرين غير الشرعيين راكبوا البحر في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى قبرص انطلاقا من لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة دفعت بستمائة وخمسين ألف طفل إضافي إلى عبور البحر نقطة ونهاية في هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين هدوء حذر في مدينة سبيتلا من ولاية القصرين بعد يوم من المواجهات بين محتجين وقوات الأمن والاحتفاظ برئيس مركز الشرطة البلدية بالمدينة عشرون وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بالوسط المدرسي لأكثر من ألف إصابة جديدة وتوقف المفاوضات بين الوفد الحكومي وتنسيقية اعتصام الكامور وخلاف حول تشغيل ألف وخمسمائة شخص في الشركة البترولية إلى هنا مستمعنا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية شكرا على حسن الانتباه مع جمل تحيات مونيا سياري اشتركوا في القناة